شاركت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة في افتتاح أعمال جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين في مدينة جنيف نعم وزيرة الصحة ألقت بيان مملكة البحرين تحت عنوان منظمة الصحة العالمية بعد خمسة وسبعين عاما إنقاذ الأرواح تحقيق الصحة للجميع حيث أشادت بالجهود والمساعي الدولية التي ساهمت في تجاوز تحدي الجائحة العالمية وصولا إلى المناعة المتكاملة وعودة الحياة إلى طبيعتها مؤكدة أن حكومة مملكة البحرين تواصل سعيها الدعوب لدعم وتشجيع وابتكار المبادرات العالمية لتحقيق الصحة للجميع وأشارت وزيرة الصحة إلى اهتمام المملكة بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم وبدعم ومساندة من سمول العهد رئيس مجلس الوزراء ببناء وتأسيس منظومة قوية ومتكاملة وشاملة تقدم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة لجميع أفراد المجتمع وفق أعلى مستوى من السلامة والمأمونية هذا وأشهدت الوزيرة بدور منظمة الصحة العالمية وعطائها الممتد لسنوات والذي ساهم في تعزيز مفهوم الصحة